اشتركوا في القناة بيض الوجه للعزايا او اي مناسبة يكون عندك وحتى لعيلتك ويلا بينا على المقادير وطريقة التحذير ونقول بسم الله بما انه نحن قدنا الفريقي بصدر دجاج اكيد المكون اساسي هي الفريقي عندي الفريقي نوعية بصراحة كتير ممتازة بس لازم نقي الفريقي ما بتعرف يشو بيطلع معي بحصة او الحجار لازم نقيه كتير منيح والكمية حسب الراقبة انا استعملت اربع اكواب من الفريقي نقيتهم كتير منيح كل الكمية متل ما انتو شايفين واضح بالفيديو بعد ما نقيتها هلا رح نخصلها كتير منيح طبعا كتير صبايا ما بيخصلوا انا بحب اخصلها ما بتعرفي يطلع قشور القمح وقت بيحرقوا الفريقي مشان هيك بنخصلها كتير منيح وحسيت بدي اغسل منيح لانه متل ما انتو شايفين المي ما يصير عندي صافي مع انه عشر مرات غسلتها منيح بس بما انه الفريقي شوي غامقة يعني حرقوها زيادة مشان هيك المي بظل غامقة بعد ما غسلتها كتير منيح هلا رح نبلش نقلي الفريقي اول مرة لما نزلتها استعملت السمنة الحيوانية هالمرة رح استعمل الزبدة الحيوانية مع الزيت ممكن تستعملي بس السمنة او الزبدة او الزيت بس بصراحة طعمتها كتير ضيبة بالسمنة او الزبدة الحيوانية رح نقلي الفريقي 3-4 دقايق مع التحريك المستمر واهم شي النار يكون وسط ملاحظة كتير منيحة اهم شي اول شي نخلي السمنة او الزبدة تستخن معنا كتير منيح وبعدين منضيف الفريقي بتصبع وهيك الصوتة كتير حلول هلا نبلش نقليها وخبرتكم نوعية عندي كتير ممتازة لما قليتها طلعت ريحة كتير طيبة ريحك هنك عملتي الفريقي على ايدك يعني وقت القمح جهستيها كأنك عملتي الفريقي على ايدك ما شاء الله الريحة بتجنه رح نقليها مع التحريك المستمر مثل ما خبرتكم تقريبا 3-4 دقايق اهم شي عينكم عليها يعني ما تحرقوها مع التحريك المستمر هلا رح نضيف البهارات طبعا رح نضيف 3 حبات من السوم ورح نضيف بودرة السوم كمان ورشة بسيطة من الفلفل الأحمر الحلو ورح نضيف رشة بسيطة من القرفة وفلفل الأسود والماجي طبعا إذا ما عندكم مرق إلا الدجهج ممكن تستغنوا عن الماجي بس بما نموم توفر عندي رح نضيف مكعبين من الماجي هلا رح نضيف الحيل الحيل بصراحة عندي ما كان مطحون كتير هلا بصراح ضيف المي رح تشوفوا إنه صار فوق المي ورح نضيف رشة بسيطة من الملح ومنحركة كتير منيح مع التحريك المستمر طبعا بدكم تنتبهوا على الملح إذا ما جي عندكم كتير مالح ما رح ضيفوا الملح بعد ما ضيفوا المي بدوا المي إذا بدي ملح ولا لا ونرجع منحركة كمان دقيقتين حتى طعمة البهارات يصير بالفريكة وهلا رح نضيف المي طبعا حسب نوعية اللي عندك أنا نوعية اللي عندي كل كوب من الفريكة ضفت عليها كوبين من المي السخنة بعد ما ضفت المي عليها منحركة ومنغطيه منتركها تغلي بس تبلش تغلي معنا رح نوطي النار على أخف الدرجة يعني كأنه شمعة ونتركها حتى تغلي معنا الفريكة ونجهز مع بعض صدر الدجاج برجع بخبركم حسب نوع الفريكة اللي عندكم تعرفوا النوعية اللي عندكم عندي هون 750 غرام من صدر الدجاج قطعتهم مكعبات وغسلتهم رح نفرمون بمحضر الطعام كتير منيح هيك رح نكمل كل الكمية بنفس الطريقة بنفرمها كتير منيح 750 غرام من صدر الدجاج وطبعاً كمية صدر الدجاج حسب الرغبة ممكن تعملوا كمية أكتر أو أقل بيرجع لألكم رح نفرم كل الكمية بنفس الطريقة طبعاً بما أنه عندي محضر الطعام صغير عملت ثلاث وجبات يعني ثلاث وجبات فرمتم حطيتهم بالصحن الثاني هيك مثل ما خبرتكم نكمل كل الكمية وإذا وصلتم معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل إشعارات مثل ما أنتوا شايفين عم بطحنة أو بفرمة كتير منيح لصدر الدجاج طبعاً قطعتها مقعبات واللي عندي أكيد بدون عظمة كنتم تنتبهوا لكل نصف كيلو بيلزمنا ملعقة من الطحين عندي سبعمية وخمسين غرام من صدر تجاج وضفت عليها ملعقة ونصف من الطحين رشة بسيطة من بوترة التوم القرفة وكمان فلفل الأحمر ورشة بسيطة من بوترة البصل ورح نضيف كمان فلفل الأسوات والملح وهلا رح نحركها كتير أكيد مثل العادة رح اكتب المكونات بالصندوق الوصف تحت الفيديو إن شاء الله بعد ما ضفت البهارات والطحين على صدر دجاج منعجنا كتير منيح أو نخلط مع بعض حتى يتجانسوا أو حتى الطحين يختفي معنا تماماً وهيك صدر دجاج صار عندي جاهز هلا منشوف الفريقي الفريقي ما شاء الله تقريباً 3-4 الاستواء ما بدنا يكون مستوي على آخر حتى ناخد شوي منه ونحشي فيها صدر دجاج ناخد ملعقتين منه طبعاً نتخلص من المي ونترك الفريقي على النار حتى تنشف معنا المي نهائياً بعد ما أخدت ملعقتين بنرجع منغطيه ونتركه حتى تستوي معنا على الأخير مثل ما خبرتكم بدنا لما ناخد ملعقتين بدناها تكون 3-4 يعني 5-70% يكون استواء ما يكون استواء على الأخير مناخد ملعقتين من الفريقي بعد ما خلصت من السوائل ونحطها على الجنب ولا رح نجحس مع بعض صدر دجاج بيلزمنا النايلون طبعاً النايلون الغذائي دهنته شوية الزيت وهلا رح ناخد شوية من الصدر دجاج اللي جهزناهن مع بعض منفرده عن نايلون متل ما هو واضح بالفيديو ما يكون كتير سميء ولا كتير فيعة يعني يكون سماكتها وسط متل ما هو أو متل ما أنتو شايفين بالفيديو بعد ما فردتهم عن نايلون هلا رح نضيف ملعقتين أو حسب الرغبة شوية من الفريقي اللي أخدناها من الطنجرة طبعاً خبرتكم بنا نتخلص من السوائل حتى ما تنفتح معنا أو ما يصير شي لصدر دجاج رح نفرده كتير مني على شكل العمود على صدر الدجاج هلا منحاول نسكره أو نعمله على شكل الرلون وهيك منكون جهزناه صدر دجاج محشية بالفريقي بطريقة كتير سهلة طبعاً منحاول نسكره كتير منيح حتى وضغ السلق ما يوصل المي لصدر الدجاج نسكره كتير منيح بالنايلون بعدين نستعمل ورق القصدير وقبل هالمرة عملت كتير أكتة أكلات طيبة بالفريقي وصدر دجاج وأكتة أكلات عفواً سهلة وبسيطة رح يبين معكم بنهاية الشاشة أو بالصندوق الوصف تحت الفيديو مثل ما أنتوا شايفين عم حارقة كتير منيح حتى نحصل على رول كتير مرتب وبعدها رح نغلفها بالصدر عفواً بقصدير بورق القصدير نسكره كتير منيح حتى نتأكد أنه المي اللي بنسلق فيها صدر دجاج ما يوصل لإلهان نهائياً نحاول نسكره كتير منيح هيك نكمل كل الكمية بنفس الطريقة أول شي بنفرد النايلون بعدين ندهنه بشوية الزيت النباتي طبعاً استعمل وبعدها منفرد أو منحط الصدر دجاجي اللي تجهزناها ومنحشيها بالفريقية وممكن نستعمل المكسرات أي نوع مكسرات محمصة عندكم ممكن تستعملوها لهاي الوصفة طبعاً أنا استعملت بصراحة بسطق حلبي المحمص طعمتها كتير كانت طيبة بالحشوة بعد ما حطيت الفريقية حبيت أحط شوية الفسطق حلبي مثل ما أخبرتكم يكون محمص بيعطي طعمة لذيذة كتير لهاي الطبقة وأي مكسرات متوفرة ممكن مثل الصنوبر أو اللوص حتى الجوز كمان بصير ممكن تحشوها مع الفريقية ونرجع منففة كتير منيح ونحاول نسكرها من كل الجهات وبعدها منففها بورق القصدير وطبعاً بهالأسناء بيكون حطينا طنجرة على النار بيكون فيها المي حتى تغلي معنا المي ونغلي فيها صدر الدجاج ونكمل كل اللي نكميه وبرجع لكم بخطوة اللي بعدها هلا كمان سكره بورق القصدير لازم تتأكدوا انه عم سكره كتير منيح حتى ما توصل المي ووقت السلك لصدر دجاجه كملت كل الكميه وماشاء الله كميه كتير وفيرة من 750 غرام صدر دجاج وخبرتكم الكميه حسب الرغبة بعد ما خلصت كل الكميه بالطنجرة يلزمنا ما يكون مغلي او عم تغلي المي والنار يكون وسط وهلا كل الرولات رح تخطها بالميه ونتركها تغلي تقريبا نص ساعة بدكم تنتبهوا على الميه اذا حسيتو انه كتير ممكن تعملوها وجبتين انا حطيت كل الرول انه طنجرة كان عندي ماشاء الله كبيرة حطيت كل الرول فيها وتركتها تقريبا نص ساعة وقت بلش تغلي بتعيري الساعة نص ساعة تماما بعد نص ساعة تخلصتونا الميه وهلا مع بعض رح نشوف النتيجة ما شاء الله الريحة بتجلل طبعا لسه ما خلصناها ممكن نقليها بالزيت او بالفرن طبعا اذا بالفرن لازم ترشو عليها شوية الزيت وبعدين تخلصوها بالفرن كمان بقلاية هوائية بس بصراحة طعم الزيت يعطي نكهة كتير طيبة الكمية ما شاء الله كتير منيحة واستوها معي على الأخير بعد نص ساعة وهلا بيلزمنا مو كتير الزيت يعني كمية كتير قليلة من الزيت والفريق صارت عندي جاهزة رح نطفي النار وندركها على الجنب حتى تقلي معنا الصدر دجاج رح نبلش نقلي صدر دجاج وطبعا منحركها او منقلبها على الجهتين حتى نحصل على اللون اللي نحنا بدنا اياها وبدكم تنتبهوا النار يكون وسط والزيت حامي وهلا بعد ما حمي معي او صار لون الدهبي اللي بيدي اياها منقلبها على الجهة تانية وهيك منحصل على طبخة سهلة ولزيزة وما بياخد وقت وبصراحة طبخة طيبة هي باردة او استخنة بعد ما تحمر معي الجهتين او من كل الجهات هلا متل ما انتم شايفي رح نطالعها من الزيت ومشوف طريقة التقديم طبعا ازا حسيتوا المقلاية عندكم صغيرة ممكن تقلوها على دفعتين يعني مدفعة واحدة بعد ما تحمر معي الشكلة بتجنن متل ما خبرتكم هلا رح نقطع وطبعا استعمالت السكين ورح نقطعها بكل سهولة وهاي الشكلة ما شاء الله مستوي من جوة ومن برا يعني مقدم الشي من برا وطرية من جوة متل ما خبرتكم الطبخة طيبة هي باردة او استخنة يعني ازا عندكم كمان طلعات انتو صبايا بمعنو جو حلو عندكم طلعات برا او لمة الرفقات او حبايب ممكن جهزوا هاي الطبخة قبل بيوم تاخدوا معكم شراحة طبخة كتير لذيذة ومتل ما خبرتكم الفيكي كما صار عندي جاهزة ما شاء الله الريحة والطعمة بتجنن وهلا صار وقت التقديم بتقدموا ممكن حتى ترشوا عليها شوية المكسرات او البازيلا او حتى مع الرس هاي شغلة اختيارية حسب شو بتحبو بعد ما جهزت الفريكي هلا قطعناه صدر دجازة بتقدموها حسب الرغبة هاي شغلة اختيارية وتجهز كمان شوية اللوس منرش عليها ممكن ترشوا عليها كمان الصنوبر يعني اللي متوفر عنكم ممكن تستغنوا عن هاي الخطوة الشكل بتجنن صراحة الريحة والطعمة كتير طيبة مع وردة البندورة وشوية البغدونس او النعناع بيعطي الشكل كتير حلو كأنه لوحة ثنية مرة تانية اذا وصلتم معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل اشعارات وشكرا كتير على دعمكم وعلى تعليقاتكم واكتبوا لي بالتعليقات من اي بلد عم تابعوني هذا شكل النهاي وهيك وصلنا نهاية الفيديو بالعافية علينا وعليكم منظرة او شكله النهاية بتجنن كأنه متل ما خبرتكم اللوحة ثنية وهلا ما بعض اكيد راح ندو انتو شايفين اللي جواتها في السوق حلبي وكمان اللي بس الفريقية يعني ما بتختلف الطعمة كتير طيبة شو ما كانت اهم شي تنتبهوا على البهارات على المقادير ما شاء الله كتير لزيزة ونقول بسم الله وندو الطعمة طعمتها بتجنن جربوها واكتبوا بالتعليقات شو رأيكم فيها واذا وصلتم معي لهون مرة تانية لا تنسوني من لايك واذا عجبكم فيديو شيروها لحبيكم اصحابكم حتى كل يستفيد واشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي